السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيه خمس سنوات وهمية وقلت الطرق والاستفادة اللي انت ممكن من خلالها تعليم التجاري وصلك للجمعة او انك تتعلم مهنة او تتعلم حرفة تنفعك وتكون في مستقبلك مفيدة ان شاء الله النهاردة نتكلم عن حلقة شبه منهجية شوية هتكلم بالتخصيص اكتر عن الشعبة اللي انا بنتمي لها شعبة القانون احنا قلنا قبل كده ان التعليم التجاري بينقسم الى اربع شعب ده على النظام اللي هو كان موجود لقد الوقتي شعبة ادارة شعبة تسويق شعبة تأمينات وشعبة قانون الطلبة اللي هم بيخشوا شعبة قانون بيدرسوا اربع مواد في سنة تانية وبدرسوا ست مواد في سنة تالتة ولكن في سنة اولى بيبقى في مادة كده بنزيل بيها الجهالة القانونية للطلبة كلها سواء دخلوا شعبة قانون او دخلوا اي شعبة تانية لازم اي انسان يكون عارف يعني اي قانون لازم اي انسان يكون عارف القانون ده بتعمل ازاي لازم اي حد يكون عارف العناصر بتاعت القاعدة القانونية يكون عارف الجزاء يكون عارف لاني تعتبر من حقوقك حقك ان انت تبقى عارف ان انا خلفت هنا قاعدة قانونية او ما خلفتش قاعدة قانونية عارف الجزاء اللي ممكن يطبق عليها ما تفاجئش فده بيعتبر يعني من العلم بدروه بالشيء ان انت لازم تكون عارف هذه القواعد وهذه الامور الحلقة بتاعتنا النهاردة هتبعى عن شرح عام عن أهمية المواد القانونية ومحتوها الصف الأول بيتكلم عن مادة اسمها مدخل القانون التجاري قبل ما بيتكلم عن القانون التجاري بيبقى بيتكلم عن مدخل القانون نفسه بيكلم عن أنواع القوانين إزاي القانون بيتعمل بيتكلم عن مصادر القانون بيتكلم عن القانون والقواعد الأخرى اللي بتحكم غير القانون ما هو إحنا كبشر مش بيحكمنا القانون فقط احنا في قواعد اخرى بتحكمنا زي الدين زي العداد والتقاليد زي الاخلاق هذه القواعد بتحكمنا ليس فقط القانون اللي بيحكمنا لان احنا مش الات احنا بشر في حاجة تانية بتحكمنا واستحالة او صعب صعب ان القانون يقدر ان هو ينظم كل مناحي الحياة خصوصا العلاقات الغير رسمية يعني علاقات القرابة علاقات الودة علاقات الجيرة هذه العلاقات بيحكم اشياء اخرى غير القانون زي الاخلاق والعداد والتقاليد فمش هنتكلم كتير بالنسبة لمنهج الصف الأولي النهاردة النهاردة جاي مركز على حاجة تانية ولكن برضو دي فكرة عامة وبعد سنة أولى بعد ما بتزيل الجهالة عن حضرتك بالنسبة للقانون ومصادره وأنواعه والقواعد بتاعته والعقوبة بتاعته وأنواع الجزاءات هنخش على مواد الصف الثاني هنلاحظ أن الصف الثاني عندنا أربع مواد أول مادة هي القانون المدني تاني مادة القانون التجاري مادة التالتة قانون المرافعات مادة الرابعة قانون العقوبات العام في تانية القانون المدني بيتكلم عن العقد العقد بيعرفك العقد أنواع العقد بيتكلم عن أشخاص العقد نفسهم هو أن العقدة بيقوم على أشخاص اللي هي بتعتبر بنسمى الإرادة ما هو الشخص إرادة الإرادة اللي احنا بنسميها في القانون الأهلية يعني بمعنى صح أهم ركن من أركان العقد اللي هو الأهلية احنا عارفين العقد بيبقى فيه ثلاثة أركان الرضا والمحل والسبب احنا عندنا الرضا اللي هو بيقوم على الاهلية بتاعتك بيتكلم عن الاهلية انواعها ام تبقى فيه اهلية او ناقص الاهلية او عديم الاهلية وبيتكلم عن انواع العقود بيتكلم عن الوعد بالتعاقد بيتكلم عن مصادر الالتزام برضو مش هنفيد كتير بالنسبة لسنة تانية المادة التانية المرافعات المرافعات هنا المقصود بها قواعد القانون اللي بتحكم الترافع امام المحاكم المصرية وتحديدها بنتكلم عن المرافعات المدنية اللي هو القانون المدني هنا المرافعات تتكلم عن المبادئ اللي بيقوم عليها القضاء المصري اللي هو استقلال القضاء المجانية القضاء التقادي على دراجتين وهكذا وبتكلم عن طرق الطعن في الأحكام وبتكلم عن أنواع القضاء أنواع المحاكم سواء محاكم عادية أو محاكم إدارية وكمان بتكلم عن درجات المحاكم ودرجات التقادي المادة التالتة القانون التجاري القانون التجاري بيتكلم عن الأوراق التجارية في الترم الأولاني اللي هو الكنبيالة والسند والشيك الكنبيالة أطرفها خصائصها أهميتها الشيك نفس الكلام بحس أن أنت كراجل بتدرس في تجارة فلازم تبقى عارفة إلى وراء التجارية لأنه ممكن يكون ده مجالك في المستقبل ده ممكن يكون هو ده وقت شغلك في المستقبل فأنت وأنت بتدرس بتتعلم حاجة هتفيدك عمليا ده أنا بعتبر أن القلون التجاري شق عملي في الدراسة النظرية بتاعتك لأنك بتدرس الكنبيالة عناصرها إمتى تبقى صحة إمتى تبقى باطلة بتدرس الشيك وإيه الفرق بين الكنبيالة والشيك والسند وإيه الفرق بين الكنبيالة والشيك والسند وبتدرس كمان البنوك بتدرس الشركات وما إلى ذلك المادة الرابعة قانون العقوبات العام سبق وقلت أن قانون العقوبات ينقسم لقسمين قانون عقوبات عامة وقانون عقوبات خاص في تانية بتاخد قانون عقوبات عام يعني بتتكلم في قواعد عامة الجريمة أنواع الجرائم العقوبات أنواع العقوبات يعني الجريمة لما جنا نعرفها قلنا كل فعل يجرمه القانون ويجعل لها عقوبة يعني أي فعل القانون بيجرمه بيعمل العقوبة يبقى ده اسمه جريمة زي القتل والسرقة والنصب والاختلاص والرشوة كل دي تعتبر جرائم نتكلم برضو في العقوبات يعني أنواع العقوبات العقوبات الخاصة بالجنيات زي الإعدام والسجن بأنواعه العقوبات الخاصة بالجنح زي الحبس والغرامة العقوبات الخاصة بالمخالفات العقومة فقط نتكلم عن سقوط العقوبة وتقادم العقوبة وهكذا لو جينا نبص على مواد الصف الثالث اللي هو الدبلوم اللي هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن مادتين من المواد بتاعته أول مادة عندي القانون المدني المادة التانية قانون الإجراءات الجنائية المادة التالتة قانون المرافعات المدنية المادة الرابعة قانون الأحوال الشخصية نمرت خمسة اللوائح المالية والإدارية لأن اللوائح هي نوع من نوع القوانين المادة السادة قانون العقوبات الخاص المواد في الصف الثالث قبل ما اتكلم عن المادتين اللي هم بتعلم النهاردة ممتدة يعني ايه ممتدة كلام بقى ده موجه لأبنائنا اللي طالعون سنة ثالثة اللي هم كانوا في تانية السنادة وطالعون سنة ثالثة ونبركلون بالنجاح وان شاء الله عبال من بركلون بالنجاح في سنة ثالثة بمجموع كبير ان شاء الله المواد ممتدة يعني المادة ممتدة يعني حضرتك ما عندكش امتحان نص السنة انت بتاخد المنهج بتاعك سنة كاملة وبتمتحن فيه في نهاية العام في المنهج كله من الأول إلى الآخر العكس سنة أولى وسنة تانية تشوفت في سنة أولى وسنة تانية بتاخد ترمي أول تمتحن تاخد ترمي تانية تمتحن مع أعمال السنة لكن في تالتة المادة ممتدة بتاخدها مرة واحدة من بداية العام الدراسي إلى نهاية العام الدراسي النقطة الثانية ما عندكش أعمال سنة يعني درجة النجاح بتاعتك اللي هي الدرجة بتاعت الامتحان اللي انت بتمتحن إذن المواد الستة بتوعنا اللي أنا ذكرتهم دولت مواد ممتدة ما لهمش أعمال سنة وبيكون الامتحان بتاع المواد الدبلوم على مستوى الجمهورية يعني مش على مستوى المحافظة أو على مستوى المدرسة يعني بيأمتحان موحد من أقصى مصر إلى أقصى مصر من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب السنة والعامة بالزبط طب شكل اللي امتحان بيقبأ زي مستر بتاع سنة تالتة طبعا لازم تبقى عارف شكل الامتحاني ازاي هنتكلم في المجمل طبعا بيبقى الامتحان في الغالب بتكون من ست اسئلة بتختار منهم خمسة هي الدرجة من خمسين الدرجة من خمسين يا رب كلكم تجيبوا خمسين من خمسين الاسئلة بتبقى متنوعة ما بين المقالي والموضوعي كلمت كتير قبل كده في الاسئلة المقالية والاسئلة الموضوعية الاسئلة المقالية اللي هو تكلم عن ما هي اركان ما هي شروط بحس انت بتستفيد بالاجابة المطلوبة اما الاسئلة الموضوعية بيبقى طالب نقاط معينة زي اكمل زي صحي وغلط زي توصيل زي اختار دي اسمها اسئلة موضوعية بتكون الاسئلة في مستوى الطالب المتوسط بس مع وجود بعض النقاط اللي بيتميز الطالب المتفوق احنا ما نفعش في الامتحان يبقى الأسئلة كلها مستوى طالب متوسط بس في طالب متفوق جدا كده أنا هسويه بأي طالب تاني لا فلازم يبقى في نقاط معينة بتميز الطالب وده حقه طبعا وما فيش أسئلة إجبارية في الغالب خلال السنين اللي فاتت دي كل الأسئلة كانت بيتختار خمس أسئلة من الست حالة الست أنت حر حضرتك طبعا لكن ما كانش فيه إجبار توزيع المنهج المنهج بيكون موزع أبواب وفصول ومباحث يعني الباب الأول مثلا الفصل الأول المبحث الأول وبتبقى زي ما قلت من شوية نهي بتبقى متوزع على مدار العام بالكامل آه بيبقى فيه توزيع الترم أول وتوزيع الترم تاني لكن ما بتمتحنش ترم أول ولا ترم تاني الواحدة لا بتمتحن في المنهج كله قطع واحدة الكتاب كله مرة واحدة من أوله لآخر فدي ممكن تشكل لك بعض الصعوبة عشان ما تعودتش على كده بتعود بتاخد جزء صغر وتمتحن فيه لكن خلاص أنت كبيرت بقيت سنة ثالثة فعندك قدرة أكتر أنك تستوعب أكتر عندك قدرة أنك تنظم نفسك عندك قدرة أنك تعرف تذكر إزاي تعرف تلم المنهج إزاي وعادة لما حدي بيسألني عملي جدوى لمصر عشان أذاكر ولا الكلام ده كله بقول الطريقة اللي تناسبك ممكن ما تنسبش حدي تاني ولو نسبت حتى نمشت نسبك أنت فأنت شوف الوقت اللي ينسبك في ناس بتحب تذكر الصبح في ناس بتحب تذكر بالليل الوقت اللي ينسبك يعني في ناس بتحب تذكر بتسمع مزيك ناس تانية لأ الوقت اللي ينسبك هو ده وقت اللي أنت تقدر تذكر فيه يعني ما فيش قاعدة موحدة للمذاكرة عشان تبقى كابيو بست بين الناس كلها خطة المنهج بتشمل اللي عمي الدراسي كاملا وليس نصف العام هنبدأ هنتكلم عن أول مادة من المواد بتاعتنا النهاردة وهي مادة من مواد سنة ثالثة مادة القانون المدني للصف الثالث عدد الحصص حسيتين أسبوعيا يعني كل أسبوع ليك حسيتين في القانون المدني وموضوع المادة عن العقود احنا لسه قايل بالنسبة لسنة تانية كنا بنتكلم في العقد العقد نفسه مش عقد معين لا العقد يعني أي عقد عقد بيع إيجار عقد تأمين عقد هيبة عقد وصية يعني قواعد عامة تطبق علي عقد لو تعرف العقود وأركانها وخصائصها وكلام دي كله لكن في ثالثة في ثالثة هتاخد عقود معينة وتدرسها يعني في سنة ثالثة انت عندك ثلاث عقود عقد البيع وعقد الإيجار وعقد التأمين فانت هنا هتخصص أكتر هتركز أكتر وتلاحظ أن العقود اللي هي موجودة في المنهج هي العقود الأكثر أهمية في الحياة يعني عقد البيع مفيش حد ما بيعملش عقد بيع عقد الإيجار غالبية الناس بتعمل عقود إيجار عقد التأمين بقت من العقود المنتشرة جدا في الفترة اللي فاتت ديت فعشان كده هي موجودة في المنهج وتم يعني حسن الاختيار أن العقود دي تبقى موجودة في المنهج لها بتفيد وبتنفع الناس كلها هنتكلم عن عقد البيع تعريف العقد مثلا خصائص العقد أركان عقد البيع وهكذا لو كلمنا في تعريف عقد البيع طبعا أنا مش هشرح دي مش حسة شرح عقد البيع هو عقد بيقوم فيه البائع بنقل ملكية للمشتري مقابل ثمن نقدي بدون دخول في تفاصيل أنت رايح تشتري حاجة بقى فيه طرفين عندنا بايع ومشتري البايع هيعمل إيه يديك الحاجة اللي أنت عايز تشتريها رايح أشتري أميس هيديك الأميس أنت كده ده اسمه بائع طب أنت إيه بقى أنت اسمك إيه أنا اسمه مشتري طب هو التزم بالدخول الأميس أن المشتري بيدفعيه الثمن الثمن هتتديره إيه فلوس يبقى اسمه ثمن نقدي ده باختصار النقطة الثانية هو خصائص عقد البيع عقد البيع اللي هي مجموعة من الخصائص التي تميزه أنه عقد رضائي عقد ملزم للجانبين عقد معاوضة عقد المقابل فيه ثمن نقدي من العقود الوقتية وليس من العقود الفورية ولاس من العقود الزمنية يعني بيت إبرامو لإرادتين تتفق بيتم العقد على طول إرادتين تتفق يعني إيه يعني تتفق على ثلاث حاجات طبيعة العقد الشيء المبيع التمن أنا راح أشتري الأميس اللي قلت عليه يبقى ده كده اسمه عقد بيع الأميس ده يبقى ده اسمه الشيء المبيع التمن بيكان بيميت جنيه تفضل يبقى اتفقنا على ثلاث حاجات يبقى كده العقد إيه تم ببساطة النقطة الثالثة في عقد البيع اللي هو أركان العقد أركان عقد البيع زي لو طبقنا الأحكام العامة بتاعت الأركان بتاعت سنة تانية على عقد البيع هل ليه برضو بيقوم على ثلاث أركان اللي هو الرضا والمحل والسبب الرضا في عقد البيع اللي هو الرضا البائع الأهلية بتاعت البائع وأهلية المشتري أهلية البائع أن يكون كامل الأهلية طبعا وكذلك المشتري أن يكون كامل الأهلية حتى عشان ما نفعش أن نقول العقد ده باطل يعني فيه حاجة في القانون ان اسمه عقد باطل او عقد قابل للبطلان عقد باطل يعني ما ينفعش ان هو يتنفذ لو الباقي ده مجنون مجنون يعني عديم الاهلية يعني ما عندهش اهلية القانون على طول بيحميه هو ويبتل هذا العقد عشان ممكن الطرف التاني يكون بيستغله نفس الكلام بالنسبة للمشتري ما ينفعش يكون عديم الاهلية ده على طول يبقى عقده باطل لكن لو ناقص الاهلية ناقص الاهلية يعني ايه يعني مش مجنون ولكن مثلا ما تم عنده 18 سنة 19 سنة فده بنسميه ناقص الاهلية مش كامل الاهلية هو المفروض كامل الاهلية اللي بيبلغ 21 سنة وما عندهش عارض من عوارض الاهلية عوارض الاهلية اللي هو الجنون والعاتة والسفة والغفر يعني اي حد حتى لو عنده 50 سنة بس عنده عارض من عوارض الاهلية بنسميه عديم الاهلية يعني زيه زي الصبي غير المميز يعني كأنه عنده سنة مثلا فده على طول العقد اللي بيبرم ببس مع عقد باطل لكن لكن لو عنده 18 سنة 19 سنة ده بنسميه ناقص الاهلية فإيه بقى ناقص الاهلية دي يعني عقده مش بيبقى باطل باسمه قابل للبطلان يعني قابل للبطلان يعني القانون بيقوله لو انت عاوز تقرر العقد أهلا وسهلا لو انت يا ناقص الاهلية متمسك بان انت ناقص الاهلية وعقدك ده البطل القاضي هيوافع على ان عقدك باطل عشان كده اسمه قابل للبطلان يعني واقف على ارادتك انت تقرر العقد يما تطالب ببطلان العقد يبا كده قلنا عندنا تعريف عقد البيع وخصائص عقد البيع وأركان عقد البيع طيب أنا قلت من شوية إن عقد البيع فيه طرفين من هما البائع والمشتري طيب إيه التزامات أطراف عقد البيع هنمسك اللي هو الطرف الأساسي اللي هو البائع البائع التزاماته نقل ملكيت الشيء المبيع أنا أول التزام بيقع على البائع إن ينقلي ملكيت الشيء المبيع رايح اشتري نضارة النضارة باول التزام على الباقي عندي ينقل ملكية رايح اشتري بيت اول التزام على الباقي على الباقي عندي ينقل ملكية البيت طب هو نقل ملكية النضارة زي نقل ملكية البيت برضو مش هنخش في تفاصيل بس احنا بديكم فكرة مش اكتر لا طبعا في حاجة اسمها منقول وحاجة اسمها عقار مفروض خبتها في سنة تانية المنقول نقل الملكية بالتسليم من الملك نفسه يعني راح تشتري نظارة من الراجل بجرد ما يسلمها لي خلاص بقت ملكي عشان في قاعدة قانونية بتقول الحيازة في المنقول سنة دي الملكية لكن هل العقار نقل الملكية فيه بالتسليم يعني ديني مفتاح البيت بقى بتاعي لا طبعا العقار ليه حماية أكتر للغير اللي لازم يتعمل على العقار إنه لازم العقار يكون مسجل بيقضع لأحكام الشهر العقاري نوعه بيتسجل في الشهر العقاري إن البائع دوة بيع للشخص ده بروح الشهر العقاري بيعمل كده كشف عن المالك الحقيقي بحيث إن الإسم الأخراني في الكشف اللي هو المالك للعقاري هو ده بس اللي يقدر يبيع فأنا كده أتأكد إنه خلاص ما تنصبش علي إن اللي بيبيع لي ده هو صاحب البيت لكن لو لقينا في الشهر العقاري إن مالك العقاري شخص آخر جالي اللي بيبيع لي لا إذا يبقى نصاب عشان كده العقارات بتقضع لأحكام الشهر أو التسجيل رفض إنه هو يسجلي بعد ما باعه ديته الثمن القانون بيديني طرق أخرى عشان أحصل على حقي زي دعوة صحة توقيع أو دعوة صحة بيع ونفاذ إبقى ده الالتزام الأولاني الالتزام الثاني ضمان العيوب الخفية أنا روحت اشتريت حاجة الحاجة دي شكلها سليمة ما فيش يعني عيوب فيها ظاهرة ولكن مع الاستخدام ظهر إن فيه عيب كان خفي يعني إيه خفي؟ يعني ما كانش ظهر ليا أو أي حد بنفسي ظروفي العادية الجير متخصصة مش يقدر يفهم إن فيها عيب خفي إلا مع الاستخدام فبالتالي هنا القانون بيقولي لأ أنت ترجع للبائع بضمان العيوب الخفية قوله لو سمحت العربية اللي اشتريتها منك فيها حاجة بايزة اللي بيت لأنا ستشيرون منك لأ ده الأساس بايز وكذا بحيث إن في حاجات ما بتظهرش إلا مع الاستعمال العيوب الخفية بيضمنها البائع؟ طبعا بيضمنها البائع إن يكون عيب خفي إن يكون عيب مؤثر إن العيب ما يكونش يعلمه المشتري لكن إنت حضرتك روح تشتريت عربية والبائع قالك خد بالك ده فيها عيب واحد اتنين ثلاثة وإنت خدتها على عيبها تيجي بعد شهرين ترجع للبائع تقوله اضمن لي العيب الخفي لا مش خفي ما إنت عارف إلا بالتالي ما يضمنوش وإن العيب يكون قديم يعني قديم يعني كان موجود قبل من أنت تشتري لكن إنت اشتريت الحاجة ومع استخدامك الحاجة بازت منك إنت هترجع للبائع تقوله اضمن لعيب الخفي لا طبعا القانون هنا مش بيحميك القانون بيحدد إن العيب يكون قديم يعني قبل العقد إذا شفنا كده عشان البائع يضمن لعيب الخفي طبعا مش بشرح بترتيب المنهج عشان تبقى عارفين إحنا بندردش مع بعض إن يكون لعيب خفي إن يكون غير معلوم للمشتري إن يكون قديم وهكذا طيب النقطة الثالثة عندنا بالنسبة ليه ضمانات البائع ضمان التعرض يعني التعرض تعرض إن بعد ما اشتري الحاجة ييجي البائع نفسه ويتعرض لي يعني يمنعني من الاستفادة منها وعدم الاستفادة منها قد يكون مدي وقد يكون قانوني مدي إزاي أديك مثال بعد ما بائع بائع للبيت راح حطي جنازير على باب البيت أو جاب بلتجي ضربوني ومرداش يدخلني البيت ده اسمه تعرض مدي تعرض إيه؟ مدي لإنه هو قام بفعل ترتب عليه عدم استفادة من الشيء المبيع أما التعرض القانوني إن البائع يدعي حقا البائع أو الغير يدعي حقا على الشيء المبيع نفسه يعني بعد ما يبيع للبيت ألاقي واحد كده أطلع لي يقول لا ده بيع لنا كمان أقول لي لا ده مش هو المالك ده أنا المالك اللي مش شري قبل كده ده اسمه تعرض قانوني يعني أو رأبة أو مستندات وملكية والكلام ده كله البائع يضمن التعرض ده يضمن التعرض المادي والقانوني اللي صدرين منه ويضمن التعرض القانوني بس اللي صدر من الجير طب هو البائع يضمن التعرض المادي اللي صدر من الجير؟ لا طب هو البائع يعد حاملية يحميلي الحاجة اللي بحالي يعني هو باع للبيت وبعد ست الشهور جنبل تجي ضربوني وطلعوني برا البيت الباقع أجيب وقوله تعالى أحميني لا طب القانون ما يلزموش بكده أبدا دايما دايما الفاصل مبيني مبين الأطراف باقع ومشتري هو القانون القادة القانونية القانون قال إيه القانون قال إن الباقع يضمن التعارض المادي والقانوني اللي صدر منه ويضمن التعارض القانوني الصدر من الغير أما التعارض المادي الصدر من الغير طبعا لا يضمنه الباقع كان فيه كمان حاجة رابعة اللي هو تسليم الشيء المبيع التسليم الطبيعي اي حد بروح يشتري حاجة جديدة يعني فرحته كله انه يستلم مثلا لو عربية مثلا لو بيت لو اميس لو بانطلون يعني حاجة جديدة عاوز يستلم عشان يفرح بالحاجة اللي اشتريها داية يبقى الباقع ملتزم بالتسليم تسليم في القانون يختلف شوية في تعريفاته يعني في حاجة اسمها تسليم قانوني تسليم اتفاقي تسليم طبيعي تسليم حكمي تسليم قانوني يعني ان الباقع يعلم المشتري ان الحاجة تحت تصرفك تسليم حكمي لو أن تغيير الصفة من مشتري البائع أو من بائع المستأجر أو من مستأجر البائع يعني بغير الصفة فقط بتاعت الشخص المشتري دو بقى بائع أو مستأجر تسليم طبيعي حسب طبيعة الشيء يعني تسليم العقار غير تسليم المنقول والمنقول العيني غير المنقول وهكذا فهنا بيختلف وفي حاجة اسمها تسليم الاتفاقي حسب اتفاق الترفين أنا اتفاقت معك سلمك العربية في مبابة اتفقت معك سلامك العربية في الهرب مكتبنا ده في العقل يبه هنا الاتفاق بتاعنا هو اللي هنفزه ليه ليه القانون المدني غالبية أحكامه مكملة وليست آمرة يعني مكملة مستر مكملة يعني بتكمل إرادة الطرفين يعني اتفقوا على أنتوا عايزينه طالما ما يخلفش النظام العام والأدب أنا لما اتفق معك سلامك العربية في الهرب فاش مشكلة سلملك في العجوزة فاش مشكلة دي مخالفة لنظام العام والأدب لا فالقانون بيقر طيب من اللي الطرفين اتفأوا الطرفين ما اتفأوش نرجع للقواعد العامة هنخش بقى على الطرف التانية اللي هو التزامات المشتري المشتري عليه مجموعة من الالتزامات اول حاجة دفع التمن احنا قلنا بقى خلاص المشتري من حقه يستلم من حقه يتنقله الملكية والكلام ده كله طيب انت بقى كمشتري هتعمل ايه ادفع التمن ياخد التمن التمن في عقد البيع لازم يكون نقدي يكونش مقابل اخر يعني انت رايح تشتري حاجة هتدفع ايه هتدفع فلوس وانت رايح تشتري حاجة هتدفع حاجة قصة حاجة دي زمان كانت موجودة وكان اسمها مقايدة حتى كان موجود زمان في المنهج بتاع المدني يعني الجاد تقريبا سنة 2002 كان في عقد اسمه عقد المقايدة هو قريب جدا من عقد البيع ولكن كان من ضمن الفروق بتاعته ان المقابل شئ قصة شيء يعني قديك مثلا غلة تديني خضار الدكتور ماطم تديني تفاح هنا ده اسمها مقايدة لكن عشان يكون بيع القانون اشترط ان يكون المقابل ثمن نقدي ثمن نقدي ثمن نقدي يعني المقابل نقدي طب احيانا ممكن تروح تشتري حاجة او مع واحد صاحبك مثلا موبايل اصاد موبايل وبعدين فيه فرق في التمن طب ده يبقى بيع ولا مقايدة هنشوف هنا لو القيمة النقدية اعلى من قيمة الشئ نفسه ده يبقى بيع لو القيمة النقدية قليلة اوي يبقى مقايدة تمام وضحت كده يعني لو الفلوس اللي انا هدفعها كبيرة اوي بالنسبة للمقايدة يبقى ده اسمه عقد بيع لو القيمة النقدية يدوبك فرق بسيط قوي مقابل قيمة الشئ نفسه ده باسمه ايه مقايدة يبقى العبرة هنا بالقيمة النقدية ده الالتزام الاولاني من الالتزامات المشتري الالتزام التاني تسلم الشئ المباق ده هو ده التزام اه طبعا احيانا البائع بيبقى من مصلحته انك تيجي تشيل الحاجة علشان تفضي مكان لحاجة تانية او ان الحاجة اللي حضرتك اشتريتها محتاجة الى رعاية محتاجة الى عناية محتاجة مكان معين زي مثلا لو انا تاجر فواكه وروح تشتريت فواكه من تلاجة من تلاجات الحفظ الكبيرة ده التلاجة ديت بتكلف فلوس كتير جدا على البائع طول ما الفواكه دي موجودة انا بغرمه يبقى بالتالي يبقى انا لازم طالما اشتريت الفواكه يبقى اروح اشيلها استلمها طب ما استلمتهاش البائع هنا غير مسؤول عنها لو بازت والبائع يقدر يفرد علي رسوم حفظ وهكذا إبقى ده التزام عليك انك بعد ما تدفع التمن انك تسلم الشيء المبيع اللي انت اشتريته يعني ده كده نظرة سريعة لعقد البيع طبعا ان شاء الله لما هتبدأوا السنة الجاية بإذن الله اللي هي خلاص الرابط على الابواب حسب ما تم الاعلان عن بدايتها هتاخد تفاصيل اكتر هتاخد ترتيب بقى انا بشرح لك بشبه ترتيب مش بترتيب او كمان مش بشر بلاش بشرح هذه بنتكلم بندردش باعرفك لما تيجي في تالتة هتاخد ايه في عقد البيع العقد التاني زي ما قلتلكم ان احنا عندنا تلات عقود عقد بيع وعقد ايجار وعقد تأمين العقد التاني برضو لا يقل لأهمية وهو عقد الايجار حضرتك خلاص بعد ما بتخلص رايح تأجر سواء تأجر شقة تأجر عربية تأجر محل تأجر مكان تعمل فيه مشروع وهكذا فلازم تبقى عارف يعني ايه عقد ايجار واركانه والتزامات المؤجر والتزامات المستقر مؤجر ومستقر طب في عقد البيع اسمهم ايه باع ومشتري في عقد الايجار مؤجر ومستقر انت بقى في عقد الايجار في تالتة هتاخد برضو تعريفه احنا شفنا في عقد البيع خلاص عرفناه ان الباعع بيلتزب بنقل ملكية شيء ما بيع الى المشتري مقابل سما النقط في عقد الايجار من ايه الانتفاع بشيء مقابل الاجرة مقابل الايه الاجرة يبقى هنا ده اسمه انتفاع وليس نقل بالكية للانتفاع يعني انا بستنفع بيها مدة معينة برجعها للمؤجر مرة تانية بعد انتهاء المدة وبعد انتهاء العقد وبعد فسك العقد وما الى زي تعريفه خلاص قلناه خصائصه برضو عقد الايجار عقد رضائي عقد ملزم للطرفين من عقد المعاوضة ولكن هنزود عليه بقى خاصية مش موجودة في عقد البيع انه من العقود المستمرة من العقود الزمانية يعني من العقود الزمانية ان تنفيذه بيستغرق وقت هذه الوقت هي مدة يعني لو انت روح تأجر تشقل مدة سنة يبقى العقد ده بيتنفس خلال السنة كلها كل يوم كل يوم كل يوم انت بتنفس العقد بتاعك من اول يوم لغاية اخر يوم عشان كده بنسميه من العقود الزمانية او من العقود التي تستغرق وقت في تنفذها أركان نفس القاعدة زي أي عقد ثلاث أركان الرضا والمحل والسبب الرضا هنا برضو بنتكلم عن أهلية المؤجر وأهلية المستأجر المؤجر برضو اللي هو يكون عنده الأهلية الكاملة والمستأجر نفس الكلام مع بعض الفروق البسيطة في الأهلية ما بين البيع وبين الإجار ليه عقد البيع من عقود التصرف يعني إيه التصرف يعني الحاجة بتطلع من تصرف أو من ملكية البائع فلازم يكون الأهلية بتاعته كامل ولازم يكون البائع نفسه اللي بيبيع الحاجة لكن عقد الإجار من عقود الإدارة يعني من عقود الإدارة يعني الحاجة مش بتطلع من ملك المؤجر لا ده هو بيأجرها وترجع له تاني عشان كده اسمه من عقود الإيه الإدارة فالأهلية تختلف شوية ما بين ده وبين ده سواء البائع والمشتري في عقد البيع أو المؤجر والمستأجر في عقد الإجار انتهى عقد الإيجار زي ما أنا قلت من شوية من خصائصه من خصائصه أن عقد الإيجار عقد زمني أو عقد بيستغرق مدة يبقى ليه بداية وليه نهاية عقد الإيجار قد ينتهي بالمدة المتفق عليها ما بين الطرفين لو قلت لك مثلا أنت روح تتأجر محل وكتبته في العقد أنه مدة سنة يبقى العقد ده مدته سنة ولكن في بعض الشروط زي ما قلنا خلاص من شوية أن القانون المدني بيسيب الأطراف يتفقوا في العقد كيفما يشاءوا طالما غير مخالف للنظام العام والقواعد العام يعني حطنا شرط كده أن هذا العقد ينتهي دون حاجة إلى تنبيه من الطرفين يبقى خلاص يبقى مع آخر يوم في العقد العقد هينتهي بدون حاجة إلى تنبيه ولكن إذا تم وضع في شرط في العقد وده يجوز أن العقد لا ينتهي إلا بالتنبيه في الحالة دي العقد يمتد سنة في سنة طالما أنه ما فيش طرف من الطرفين نبه الطرف التاني بنهاية العقد تمام؟ يبقى أنا دلوقتي لو روحت خدت محل وأجرت المدة سنة وكتبت شرط كده على المؤجر لا ينتهي العقد إلا بالتنبيه قبلها وحدد مدة ممكن شهر شهرين ثلاثة والمؤجر نسي إنه ينبهني يبقى في الحالة دي العقد هتجدد سنة تانية تلقائي بنفس قيمة الإيجار وبنفس المدة يعني لو سنة هيبقى هتجدد سنة تانية لو العقد خمس سنين هتجدد خمس سنين تاني العقد بيتكرر بنفس خصائصه كاملة الإيجار والمدة والأطراف والكلام ده كله طالما إنه ما حصلش تنبيه بشرط إنه أنا كون حطيت هذا الشرط لو شرط إيه؟ التنبيه هل العقد ينتهي فقط بالمدة القانون؟ لا ممكن ينتهي بقوة القانون إزاي؟ إذا لم يسكر مدة في العقد إحنا عارفين إنه في قانون صدر سنة 96 لواحد تلاتين يناير سنة 96 إن العقد شرعة المتعاقدين ده كان صدر من الرجوع إلى القاعدة العامة القاعدة العامة اللي هو إن العقد شرعة المتعاقدين يعني اتفقوا زي ما انتوا إيه عايزين وسبب المؤجر والمستأجر يتفقوا على المدة اللي هم عايزينها بس طبعا ما زيش عن 59 سنة يتفقوا على العجار اللي هم عايزينه وهكذا ما كتبناش مدة في الحالة ديت العقد تلما ما كتبناش مدة لا ينتهي إلا بالتنبيه تلما ما كتبناش مدة في العقد لا ينتهي إلا بالتنبيه والتنبيه لازم يكون قبل نهاية دفع الأجرة نفسها يعني مثل الأجرة لو بتدفع كل شهر يبقى عايز اخرجه الشهر الجاي يبقى ابلاه بشهر اعمله تنبيه لو قدر بتدفع كل شهرين عايز اطلعه يبقى ابلاه بشهرين اعمله تنبيه وهكذا دي اسمه نهاية العقد بقوة القانون وقد ينتهي عقد الايجار بالقوة القاهرة او بالظروف الطريق العقار انهد او العقار تم اخذه للمسطحة العامة فهذه الحالة عقد الايجار ينتهي ليه؟ عقد الايجار لا يعطي الا حقوق شخصية للمستأجر على العقار ما بيدلوش اي حق عيني يعني هو مش مالك حق شخص يعني ايه؟ يعني حق استعمال حق استخدام فقط البيت وقع المستأجر كده مالوش حاجة العكس لو هو عقد ايه بيع عقد بيع ده بيبقى حق عيني يعني بيبقى ليه حق على العين نفسها سواء الشقة نفسها او الارض نفسها اما العقد الايجار لا يعطي الا حق شخصي فقط للمستأجر سواء على المؤجر او على العين نفسها فبالتالي هنا زوال العين بالقوة القاهرة لو هالك العين سواء كان هالك كلي او هالك جزئي قد يؤدي الى انقضاء عقد الايجار كده اتكلمنا في حالات الانتهاء عقد الايجار هتاخدوها بالتفصيل بالتفصيل في المنهج بتاعكم ان شاء الله السنة اللي هتيبدأ داية طيب هنيجي بغاة التزامات الاطراف زيما شوفنا التزامات اطراف عقد البيع اللي هو البائع والمشتري برضو عقد الايجار في التزامات بس التزامات المؤجر والمستاجر التزامات المؤجر اللي هو الطرف الاساسي في العقد تسليم العين المؤجر إيه انت رحت أجرت شقة يبقى على طول المؤجر لازم يسلمها لك والتسليم قد يكون حسب ما نتفق برضو يعني انت الشقة لسه بتتبني يبقى تسلمها ازاي يبقى ممكن بعد ما تتبني او الشقة لسه حد سكن فيها يبقى بعد العقد بتاعه ما ينته او المؤجر قالك هسلمها لك احنا مثلا دلوقتي في شهر تماني قالك هلسلمها لك في 1-1-22 يبقى تسلمها في 1-1-22 حسب الاتفاق حسب الاتفاق طيب ما فيش اتفاق يبقى يتم تسلمها بمجرد العقد يتم تسلمها بمجرد العقد صيانة العين المؤجرة دي بقى مش موجودة في عقد البيع عقد البيع لاني ببيع لك حاجة خلاص بقت ملكك عملها لك صيانة ليه لكن في عقد الايجار انا بأجر لك حاجة ملكي فبالتالي هنا لازم كمؤجر ببقى عليها التزام بالصيانة ولكن دائما فيه ولكن هل الصيانة هنا تشمل جميع انواع الصيانة يعني اغارلك اللمبة بتاعتك اغارلك جلدة الحنفية لا طبعا عشان كده القانون ايه ميز ما بين نوعي من انواع الصيانة ليه الصيانة الضرورية والصيانة التأجيرية خلت الصيانة التأجيرية على المستأجر لو الساكن يعني خلاص لمبة ازاز اكرة مفتاح بتاع الكلون وهكذا اما الصيانة الضرورية اللي هي التي يقوم عليها الشيء المؤجر نفسه يعني لو بيت يبقى الاساسيات بتاعته والسلالي وهكذا دي على المؤجر لانها دخلة في قيمة الشيء دخلة في اساس الشيء تبع المؤجر لان كده كده الحاجة هترجعلك بعد نهاية العقل يبقى عليك الصيانة الضرورية اللي هي لازمة لاستمرار الشيء المؤجر ضمان التعرض للمستأجر زي ما اتكلمنا عن ضمان التعرض للمشتري فيه برضو ضمان التعرض للمستأجر وبرضو فيه تعرض قانوني وفيه تعرض مدي والمؤجر بيضمن التعرض الصدر منه او من تابعيه تابعيه لهم ابناء القصر او اللي شغالين تحت سلطته دولة تعتبروا تابعين ليه فيخشوا برضو ضمن مسئولية المؤجر يضمن التعرض الصدر منه ومنهم سواء كان تعرض مدي او قانوني ولكن لو تعرض صدر من الجير يبقى يضمن التعرض القانوني فقط ولا يضمن التعرض المدي دايماً كده حطوها قاعدة أن التعرض الصادر من الجير لا يضمنه البائع أو المؤجر إلا إذا كان تعرض قانوني فقط لغير ضمان العيب الخافية شبه اللي احنا قلناها في ضمان العيب الخافية بتاعت عقد البيع بس فيه شرط هنا مش موجود اللي هو أنه ما تكونش قديم لا يشترط أن العيب الخافي يكون قديم على عكس عقد البيع عقد البيع لازم يكون العيب قديم لكن أنت مستأجر شيء معين وبعكده ظهر عيب جوهري في الشيء اللي أنت مؤجره دوه يضمنه المؤجر آه يضمنه المؤجر حتى لو كان عيب جديد حتى لو كان عيب جديد طيب المستأجر التزاماته أنا جبتهم كده وراء بعضهم خمسة تقريباً دفع الأجرة طبعاً دفع الأجرة بيبقى بالاتفاق قد تكون مقدمة وقد تكون مؤخرة وقد تكون شهرية وقد تكون ربع سنوية وقد تكون سنوية حسب ما يتم الاتفاق في فرق تاني برطو في الأجرة هنا عن التمن بالنسبة لعقد البيع احنا قلتلكوا أن التمن في عقد البيع لازم يكون نقدي فلوس يعني أما الأجرة بقى في عقد الإيجار لا يشترط أن تكون نقدي القانون لم يشترط هو القاعدة أن يبدأ بقى نقدي بيدفع كل شهر ألف جنيه ألفين جنيه زي ما بيتم الاتفاق بين المؤجر والمستجر ولكن هل يجوز أن الأجرة تكون أي تقدمة أخرى؟ تقدمة أخرى يعني أنا أي حاجة تاني يجري فلوس آه ممكن تبقى بضع يعني أنا ممكن أجر محل بحط فيه بضع معينة واتفاقت مع المؤجر أن كل شهر هتديك كمية معين من البضع دي عادي يجوز ممكن تكون خدمة مقابل مثلا أنا هأجر منك حاجة معينة مقابل أن هأخدمك بحاجة معينة يجوز إذن أنا يجوز أن تكون الأجرة نقدا أو أي تقدمة أخرى الالتزام التاني وده برضو موجود فقط في عقد الإيجار لا استعمال العين المؤجرة فيما أعدت له على عكس عقد البيع أنا لو اشتريت شقة عملتها بقى سكن عملتها عيادة عملتها مصنع عملتها الباقي عملوش دعم لكن في عقد الإيجار لا أنت العين اللي أنت أجرتها تستعملها حسب ما احنا اتفقنا في العقدة تبقى إيه أجرتها ورشة تبقى ورشة أجرتها سكن تبقى سكن مش من حقك تغير النشاط أو تغير الهدف اللي أنت أجرت علشان إذا غيرته هنا هيحق على طول للمؤجر أنه يفصل أو يطلب فصل العقد من القضاء النقطة التالتة المحافظة العين المؤجر أه طبعا مش أنا قلتلك من شوية أن من خصائص عقد الإيجار أنه عقد مدة يعني عقد زمني فيه مدة وبترجع العقد تاني العين المؤجرة تاني فبالتالي لازم تحافظ على العين المؤجرة طب حافظ عليها عن ما استعمل لاش لا استعملها ولكن محافظة أو تبزل مجهود في المحافظة عليها الرجل المعتاد اللي هو الشخص العادي كأنك بتستخدم حاجتك ليه؟ عقد الإيجار إذا ما تاخده في تالتة في مدة العقوبات بيعتبر من عقود الأمانة يعني من عقود الأمانة يعني إذا أنت أتلفت أتلفت الشيء المؤجر قد تكون ارتكبت جريمة خانية أمانة اللي هو بنسميه تبديد فبالتالي أنا ممكن تتحبز فإما تعيد الحاجة إلى ما كانت عليه فأنت بيتحافظ على العين المؤجرة عشان لما ترجعها بترجعها زي ما أخدتها النقطة الرابعة من التزامات المستأجر عدم إجراء أي تغيير على العين المؤجرة حضرتك مستأجر مدة وهتمشي إيبا لا تفتح شباك كان مقفول ولا تقفل شباك كان مفتوح ولا تهضي حطا أنت ساكن يعني ما احترامي ليك مدة العقود بتاعتك مدة معينة إيبا ما تعدلش مش من حقك أن أنت تعدل إلا إذا وافق موافقة كتابية المؤجر المؤجر لو وافق خلاص لكن لو ما وافقش ما تقدرش يتعدل إن برضو ده يعتبر سبب من أسباب التي قد تؤدي إلى فسخ العقد إلى فسخ العقد النقطة الخامسة رد العين المؤجرة ده طبيعي أن أنت مشتريتش الشقة أنت مستأجر فرد العين المؤجرة بيكون بعد انتهاء عقد الإيجار بأحد الطور اللي أنا قلت عليها سواء انتهاء المدة بتاعتها أو بعد ما كانتش فيه مدة بطريقة القانونية أو بأي طريقة أخرى إبا عندي كده خمس التزامات على المستأجر نقولهم بسرعة دفع الأجرة اتنين استعمال العين المؤجرة في مؤعدة له تلاتة المحافظة على العين المؤجرة أربعة عدم إجراء أي تغيير على العين المؤجرة خمسة رد العين المؤجرة عندي حاجة تانية اسمها قانون إيجار الأماكن ده من نسمع لك قانون قديم قانون جديد انت ساكن ايه قانون قديم انت ساكن ايه قانون جديد الفرق الفرق هو تاريخ إنشاء العقد أي عقد اتعمل قبل 31 يناير 96 بيطبق عليه قانون إيجار الأماكن اللي احنا بنسميه قانون قديم لهو بيبقى فيه امتداد قانوني للورسة المقيمين مع المؤجر في حالة وفاته وهنا العقد لا ينتهي بمدة معينة العقد لا ينتهي بمدة معينة على عكس الإيجار الجديد الإيجار الجديد بيبقى لمدة وحسب اتفاق الطرفين ياما تتجدد تلقائيا ياما تتجدد بالاتفاق أو حسب الاتفاق زي ما قلتلكم من شوية إن القانون اللي صدر سنة 96 أرجع عقد الإيجار إلى القواعد العامة اللي هو العقد شريعة المتعاقدين شريعة يعني هو القانون اللي يحكم علاقة ما بينهم اتفعوا اللي انتوا عايزينه بس ما يكونش مخالف للقواعد العامة لكن كان لظروف اقتصادية واجتماعية كان زمان بيطبق قانون اسمه قانون إيجار الأماكن اللي هو بنسميه إيجار قديم تروح تسكن في الشقة وما فيش مدة معينة وينتهي العقد والكلام دول أحكام قانون الإيجار الأماكن اللي بنسميه قانون الأديم امتداد العقد للورصة طبعا أنا أبديك عناوين رئيسية محل عقد الإيجار عموما عموما واحد الشيء المؤجر الشيء المؤجر لازم يتوفر فيه شروط إنه يكون موجود معين يجوز التعامل فيه وعدم قابليات الاستهلاك يعني أنت راح تأجر حاجة تكون الحاجة دي موجودة أو قابلة للوجود يعني يا مستر قابل للوجود يعني ممكن أنت راح تأجر شقة يمكن ما تكون موجودة أو تكون لسا تتبني ينفع طيب معين أو قابل التعيين معين يعني أقدر أعينه معينة نافيل الجهالة يعني أنا راح أأجر شقة فلازم أشوفها كم قوضة بحري ولا قبلي الدوريك كام كل دوت عشان كل التفاصيل دي بتتكتب في العقد عشان لو حصل اختلاف بنشوف أنهي عين إحنا مختلفين عليها حسب الاتفاق بتاعنا يبقى أول حاجة يكون موجود نمر اتنين يكون معين نمر الثلاثة إنه يجوز التعامل فيه أنا ما ينفعش أأجر لك أي حاجة وفي حاجات لا يجوز التعامل فيها إما بسبب طبيعتها أو بسبب القانون منع التعامل فيها بسبب طبيعتها زي الشمس والهواء بسبب إن الحاجات لا يجوز التعامل فيها بسبب القانون زي الأموال العامة وهكذا من خصائص برضو الشيء المؤجر عدم قابليتي للاستهلاك لان بعد ما العقد بيخلص برجع الحاجة ببالتالي لو انا اديتك حاجة استهلكت هترجعها ازاي فبالتالي ما ينفعش ان انا اجرلك فكهة ولا اجرلك قدار لان اديها تستهلك لكن اجرلك حاجة غير قابلة للسهلاك تستعمل ولا تستهلك عربية بيت ارض وهكذا انواع الشيء المؤجر نظرة عامة كده الاشياء المادية ده نوع الحقوق العينية والشخصية ده النوع التاني الاشياء المعنوية الاشياء المادية الشواء والاراضي حول العينية والشخصية زي مثلا ما اقول لك تعالى ممكن تحط اعلان بتاعك فوق صقف العمرة بتاعتي تحط بانر ليك على الحيطة بتاعت البيت بتاعي وهكذا اما الاشياء المعنوية زي الاغاني والحاجات اللي هي غير ملموسة بتسميها اشياء معنوية تؤجر او تؤجر العقد التالت والاخير عندنا بالنسبة لمادة القانون المدني اللي هو عقد التأمين عقد التأمين عقد جميل جدا وعقد برضو من العقود المهمة واللي بتوفر لك حماية او تعويض عند حدوث خطر عقد التأمين هو عقد بيلتزم فيه المؤمن لو الشركة يعني بتعويض المستأمن له عند حدوث خطر عند حدوث خطر مقابل سداد اقصاد مقابل سداد ايه اقصاد ده تعريف بالمعنى ده تعريف بالمعنى يعني مش بالنص في حاجة اسمها تعريف بالمعنى يعني بالمعنى اللي حضرتك تفهمه بالنص موجود في الكتاب قد التعريف قلناه خلاص النقطة تانية خاصة عقد التأمين انه عقد ملزم للطرفين من عقود المعاوضة عقد بيستمر لمدة من الزمان ولكن في ميزة او خاصية موجودة في عقد التأمين انه من عقود الازعان خطف تالتة انواع العقود وعقود الازعان عقود الازعان اللي بيبقى فيها طرف اقوى من الطرف التاني يعني اقوى مش اقوى مسيكو يضربه لا اقوى يعني يملي ارطه عليه يعني يقول شروطه والطرف التاني يقبلها او يرفض فبالتالي عقد التأمين من عقود الازعان فشركة التأمين بتحط شروطها في العقد حضرتك قبلتها قبلتها ما قبلتهاش خلاص لكن ما نفعلش يتعدل فيها عندي كمان في عقد التأمين اطراف عقد التأمين عندي طرفين المؤمن والمؤمن له المؤمن اللي هو الشرك الشركة ممكن بباليها اكتر من شكل زي اللي هو المفاوض العام وفيه الوكيل وفيه السمصار الفرق ما بينهم هو السلطة اللي في ايده دا جر دا جر دا كل شخص بباليه سلطة في التعاقد يعني سلطة اقوى من الطرف التاني اما المؤمن له لو الشخص نفسه اللي راح يعمل تأمين قد يكون المؤمن له وقد يكون المستفيد وقد يكون المؤمن عليه التلت سفات دولت ممكن يجتمع في شخص واحد او شخصين او تلاتة برضو مشان نخش في تفاصيل ادي اول طرف المؤمن وشرحنا او اتكلمنا عنه بلاش كلمة شرحنا دي والمؤمن له دا الطرف التاني اللي قلنا الصور بتاعته نيجي على اركان عقد التأمين عندي حاجة اسمها اركان اساسية زي ما قلنا من شوية ان اركان بتاعت اي عقد الرضا والمحل والسبب عقد التأمين لاركان تميزه شوية اللي احنا نسمع الاركان الاساسية مش الاركان العامة بقى الرضا والمحل والسبب دي اركان عامة في جميع العقود بما فيهم برضه قاعد التأمين لكن اللي بيميزه تلات حاجات الخطر والقسط ومبلغ التأمين انت رايح تعمل تأمين ضد خطر الخطر ده قد يكون حريق او وفاق او حدث طيب ايه تاني بيتكتب كركن من اركانه القسط ادفع القسط قد ايه وكل قد ايه يعني المبلغ بتاع القسط بعد كده مبلغ التأمين الشركة هتديني قد ايه اذا حصل هذا الخطر اذا تحقق الخطر وكذا فدي بنسميها الاركان الاساسية التلاتة الخطر القسط مبلغ التأمين طيب لو جينا على حاجة اسمها طلب التأمين طلب التأمين ده اللي هو الابليكيشن اللي حالي نسميه ابليكيشن يعني ابليكيشن انت لما بتروح في اي مكان تعمل ابليكيشن بتكتب بياناتك يبقى طلب التأمين انت عبارة عن تجميع بيانات للمؤمن له علشان الشركة تعرف تاخد قرار ان هي تفعل الطلب بتاعه او لا اسمه سنه الحالة الصحية اعوز يقائي امن ضد ايه الاسط اللي هدفعت ايه سكن فين والكلام ده كله وعلاقته بالمؤمن له اذا كان هو او حد تاني ما هكسب باسمه طلب التأمين يعني انت بتقول للشركة عايز اقام ودي بياناتي طيب وثيقة التأمين وثيقة التأمين ده اللي هو المحرر الرسمي بقى للتأمين الوثيقة هو المحرر بتاع التأمين الوثيقة اللي انت بتاخده ادي وثيقة التأمين اللي بتثبت حقك في التأمين طيب انا بقول خطر يعني انا بعمل تأمين ضد خطر الخطر مش نوع واحد عندي خطر معين وخطر غير معين وعندي خطر ثابت وخطر متغير بدوير الدخول في تفاصيل طيب نخش على الالتزامات اطراف عقد التأمين شوف احنا ماشيين المنهج والله منظم يا ولاد ومرتب بطريقة جملة جدا يعني بيبدأ في التلات عقود تعريف اركان التزامات يعني انت لو رتبت خلايا دماغك كده ودماغك بالزبط هتلاقي نفسك خلاص يعني ماشي بطريقة واحدة فمش هتفجأ بحاجة يبقى انت سواء بتذاكر او بتدرس عقد البيع او عقد الاجارة او عقد التأمين تقل الكتاب معمول بطريقة رائعة تعريف اركان التزامات مش هتفجأ بحاجة جديدة وبالتالي اطلاق نفسك منظم يبقى التحصيل افضل التحصيل افضل التزامات عقد التأمين التزامات المؤمن له المؤمن له هو الشخص اللي بيدفع القسط انه هو ده التزامه انه هو يبلغ الشركة بالخطر له حسب يبقى للتزامين انه يلتزم بالقسط الشهري او الربع سنوي حسب ما يتم الاتفاق ده هو الاتزام التزام التاني انه يبلغ الشركة بالخطر او المقوع على طول ما يستناش التزامات المؤمن اللي هو الشركة دفع المبلغ إذا حدث الخطر طبعا بعد التحقق من دوت وبعد أن الخطر ده فعلا هو متأمن منه أن فعلا مش الشخص دوت اللي هو اللي عمل الخطر بنفسه يعني مثلا ما يكونش واحد عمل تأمين على حياة شخص فروحه يقتله طبعا مش يصرف ده كده يتسجن هنخش على المادة التانية اللي هنتكلم عنه النهاردة احنا كده اتكلمنا عن مادة القلوم المادن ويا رب نكون يعني ديناكم فكرة عامة شاملة من جير الدخول في تفاصيل المادة التانية قانون العقوبات احنا قلنا أن قانون العقوبات تمام قانون العقوبات بينقسم إلى قسمين قسم عام وقسم خاص احنا هنفتالتا نتكلم عن القسم الخاص اللي هو بيكلم عن الجرائم عدد الحصص حصتين أسبوعيا الموضوع بيكلم جرائم الأموال الجرائم التي تقع من الموظفين أو عليهم جرائم النفس جرائم اقتصادية عندنا الجرائم التي تدور المصلحة العامة جرائم أمن الدولة فيه جرائم أمن الدولة من جهة الداخل جرائم أمن الدولة من جهة الخارج جرائم الأموال العامة اللي هو الرشوة والاختلاس والاستلاء والغدر والتربح جرائم اقتصادية اللي هي مرتبطة بالاقتصاد بتاع الدولة جرائم الموظفين العموميين الواقع منهم مثل الرشوة والاختلاس والاستلاء والغدر والتربح جرائم الأموال عندنا السرقة والنصب وخيانة الأمانة دي بقى أموال خاصة السرقة والنصب وخيانة الأمانة في بقى جرائم اسمها جرائم الأشخاص لو تلاحظ برضو بقى متأسمة في تانية انتخذت قواعد عامة تعريف الجريمة عموما العقوبة عموما وكذا ما تكلمش في حاجة لا في تالتها تاخد جريمة جريمة تصنفها ايه هي جرائم أموال ولا جرائم أشخاص جرائم موظفين ولا جرائم نفس وكذا جرام الأشخاص زي أهانة الموظفين ورجال الضبط والمحاكم التعدي على الموظفين استعمال القصوة القتل والضرب الجرح والسب والقصف جرام أشخاص يعني بطاقة على أشخاص بغض النظر بقى إذا كان موظف أو مش موظف منهج الدراسة منظمة بطريقة سألة ومتكررة تعتمد على تقسيم الجرائم من حس النوعية وتعريف الجريمة وما إلى ذلك أركان الجريمة العقوبة على الجريمة يعني أنت تلاحظ أن كل جريمة تأخذها تعريف أركان عقوبة خلاص ما يميز بعد الجرائم من أركان معينة مثل صفة الموظف العام يعني فيه جرائم لا تقع إلا إذا توفرت صفة معينة إذا جريمة الرشو ما تقعش إلا من موظف عام كده أبناء العزاء نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته